السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبنائي الطلاب درس اليوم رح يكون قراءة الأعداد ستة سبعة ثمانية وكتابتها فكرة الدرس أقرأوا الأعداد ستة سبعة ثمانية وأكتبها عندي العدد الأول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة هذا هو العدد ستة ويكتب بهذه الطريقة بهذه الطريقة نبدأ أولا بهذا السهم ثم سهم إلى الأسفل ويكتب العدد ستة العدد الثاني واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ويكتب بهذه الطريقة نكون سهم إلى الأسفل سهم إلى الأعلى بهذا الشكل هذه طريقة الكتابة عندي أيضا العدد ثمانية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ويكتب بهذه الطريقة بيكون سهم إلى الأعلى ثم الأسفل طبعا أي كان سواء كان بدأ الطالب بهذا الشكل أو بالعكس يعني يكون بهذا الشكل ثمانية يبدأ بهذه الطريقة ثم ينزل إلى الأسفل بهذه الطريقة أيضا كذلك الستة أو السبعة هذا بالنسبة إلى طريقة الكتابة ننتقل الآن إلى السؤال الأول عندي السؤال الأول يرسم الطالب ست كرات ملونة داخل المربعات بالنسبة إلى السؤال الأول وينطق العدد ثم يمرر قلمه على العدد المنقط ويكتبه سوف نرسم ست قطع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة ستة ثم نقوم بتمرير القلم بهذه الطريقة سؤال اثنين يرسم الطالب سبع كرات ملونة داخل المربعات يعني يفضل ان هي تكون بالألوان احنا فقط راح نكتبها او نرسمها باللون الأحمر يفضل تكون أكبر اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع اذا هذه عددها سبع بهذا الشكل هذا هو العدد سبع نكتب العدد سبع سؤال ثلاثة يرسم الطالب ثمان كرات ملونة داخل المربعات وينطق العدد ثم يمرر قلمه على العدد المنقط ويكتبه اذا نبدأ هذه الكورة الأولى الملونة واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثم نمرر القلم لكتابة العدد ثمانية ثم نقوم بكتابته بهذا الشكل متصل هذا هو العدد ثمانية ننتقل الآن إلى المجموعة الثانية سؤال أربعة يعد الطالب الأشياء من النوع نفسه وينطق العدد ثم يستعمل قطع العدد لتوضيح عددها ويكتب الطالب العدد في المكان المخصص إذن نقول له الآن سؤال أربعة نقوم بعد هذه القطع واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن قمنا الآن بالعد ثم نقوم باستخدام قطع العدد واحد سبع قطع اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع سبع قطع ونكتب العدد سبع ننتقل الآن إلى سؤال خمسة بنفس الطريقة نقوم بالعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن عددها ثمانية إذن هذا بتكون سبعة وهنا راح تكون ثمانية راح نرسم قطع العدد الثمانية واحد اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمان قطع ونكتب العدد ثمانية هذا بالنسبة إلى سؤال خمسة ننتقل الآن إلى سؤال ستة بنفس الطريقة سؤال ستة نقوم بالعد أولا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة الآن نقوم برسم ست قطع واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة نقوم بكتابة العدد ستة وكتابته رقما بهذا الشكل ننتقل الآن إلى سؤال سبعة والأخير نقوم أولا بعد هذه الأقلام واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن عددها ثمانية نقوم بكتابة العدد ثمانية رقما بهذا الشكل وبعد ذلك نقوم بتمثيل هذا الرقم بقطع العدد واحد واحد اثنان اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هذا بالنسبة إلى الأسئلة من أربعة إلى ستة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة